هدير مياه سدينوفا كخوفكا المنهار لا يزال مسموعا في أوكرانيا وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف والقلق يتزايد من تحول الأراضي الزراعية إلى صحاري المياه تحولت منذ سنوات إلى سلاح في تكتيكات الحرب ليس فقط في أوكرانيا ففي عام 1938 1938 خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية قامت الصين بهدم السدود الترابية لدى النهر الأصفر لإغراق المنطقة بأسرها بغية شل تقدم الجيش الياباني وفي عام 1943 استهدف سلاح الجو البريطاني مجموعة من السدود الألمانية الواقعة في وادي الرور باسم عملية العقاب في الحرب العالمية الثانية قصف الجيش الأمريكي السدود في كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية لتدمير البنية التحتية للكهرباء والري للحكومات الشيوعية أما في عام 2014 فقد كان لتدمير تنظيم داعش سد الموصل آثار كارثية ومدمرة في عموم العراق إذن المياه سلاح تكتيكي حربي قديم متجدد لطالما تم استخدامه في الحروب لمواجهة العدو لكن في عام 1977 حضرت اتفاقيات جينيف على وجه التحديد استهداف البنية التحتية للمياه في زمن الحرب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات